النقطة الأولى يا أخوانا ودي مهمة جدا التي تدخل بها العلمانية هي تعظيم الحياة الدنيا على الآخرة على حساب الآخرة وتعظيم الوطن على حساب الدين تعظيم الحياة الدنيا على الآخرة وتعظيم الوطن على الدين تعرف النازل أول حاجة بيزرعوها في المجتمع إن تبقى حساباتك دنيوية فغط ولا علاقة لك إطلاقا بإيسار الآخرة على الدنيا شفت كيف الشعارات التي كانت أيام الثورة كانت شعارات تهدف فقط إلى أمور الدنيا يقول لك اللكل والشراب والصحة والرغيف غلى والبنزين ما في ذول وإن صحت الثورة من أجل الدين ما في ذول يوم من الأيام ما رجع عشان الدين إطلاقا بل يستخفوا بك لما أنت تقول لهم يا أخوانا حفاظنا على ديننا أولى يقول لك الوطن شفت تعظيم الوطن ده كيف الوطن وأبناء الوطن يا أخوانا نحن ما عندنا مشكلة في المعاني ده كلها كون الإنسان يكون حريص ويأخذ حظا طيبا من دنياه ما في مشكلة في الكلام ده ربنا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا ونحن كل دنيا ندعيشنا بما نستطيع والإنسان يعيش دنياه بطريقة كريمة يأكل جيدا ويلبس جيدا ويتعلم تعليما مقيما إلى آخره ما في مشكلة هنا لكن ما تكون على حساب الدين النبي صلى الله عليه وسلم طلع من مكة وهي أفضل البقاع وخير بلاد الدنيا طلع من مكة والتفت إليها قال إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت مرج من مكة ليه السبب شنو لو كان وافقهم ربنا سبحانه وتعالى قال وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ وهو عندهم الأمين وهو عندهم المعظم لكن لما جاء بهذا الدين أخرجوه من مكة بخير البلاد خلي كمان إنتك تقول له الوطن أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في ماندلا كان في مكة أفضل البقاع أفضل البقاع في مكة بعد دمرق منها فالدين أعظم من الوطن لابد ترسخ هذه المعلومة عندنا جميعا والدين أعظم من الدنيا الدنيا دي بتروح ربنا قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق الدنيا دي بتروح كلها فأعظم ما يؤسس للعلمانية وأعظم ما يطعن في الدين ويخرج الشباب إلى العلمانية في اعتقادي هذا التصور ده إنه تعظم عندهم الدنيا تعرف المجتمع ده مما يبقى فكره فكر بتاع الدنيا المجتمع ده تاني أخوانا ما بينفع ولو يجي تتكلم عن الدين ما في ذلك يفهمه لك ذاته لأنه فهمهم في النهاز والدار عيش دنيا ودي ممكن يتنازل عن كل شيء من ثوابت العقيدة ومن ثوابت العبادة ومن ثوابت الأخلاق من أجل أن يعيش حياته بس مصعب بن عمير رضي الله عنه كان بسمه فتا مكة المدلل كان عايش في العز كانت أمه من الأسرياء مصعب بن عمير كان لو مر بالطريق الناس كلهم بيقول لك مصعب جيب يجاي قبل شوية دي من العطور بتاعته بعد آمن مصعب بالله ورسوله رضي الله عنه وانطلق مصعب مهاجرا لا يملك من الدنيا شيئا مات مصعب شهيدا في غزوة أحد وكفن بكفا إذا غطي رأسه بدت رجلاه وإذا غطيت رجلاه بدى رأسه وده كان فتمكة المدلل شوف الدين كيف الصحابة رضي الله عنه من نبي يندبهم إلى الإنفاق فيأتي عمر من الخطاب رضي الله عنه قدى من نبي صلى الله عليه وسلم ويخط نص ماله نص قروش يخطها قدام النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر أنه قد أنفق فبعا من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه يقول له الموقعة صديق جاب ماله كل خطاه جابه كل خطاه ربنا سبحانه وتعالى قال عن الأنصار قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم بحب ما من أهل شمات يقول لي العنصريات اللي تكلم عنها شيخ شها بس بتاعة العلمانين دي كلها عنصرياتهم دي عنصرية عربية وعنصرية قبلية وغير من العنصريات لا الإسلام ما فيه كلام زيدة ربنا قال يحبون من من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يخواننا أنا أعتبر أقوى نقطة في محاربة العلمانية وأقوى نقطة تنتشر بها العلمانية هذه المسألة ولذلك نهنى عشان نشتغل في المجتمع ده صاح وعشان نقدر نحاربة العلمانية علينا أولا بأن ننشر في الناس الإيمان بالدار الآخرة وإيثار ما عند الله سبحانه وتعالى أذل يقدم لآخرة بعدين ونقرأ في سير السلف وسير الصحابة كويس؟ إتعرفت جماعة ديل؟ بيجي بزهدوك بيزهدوا الناس في أي حاجة أنت بتقدمها للدين إتعرف في كتاب بتعلينين اسم نصوص من الدين وأنا ما جبت الكتاب بيقولوا إنه الحج عبارة عن تبزير للأموال شوفوا النازل بيضربوا الدين كيف والصيام قالوا فيه إضعاف للقوة الإنتاجية لأنه الصيام شهر كامل الناس ما بينتجوا أي حاجة شفتها كيف وقالوا الأطحية فيها إهلاك للثروة الحيوانية دا الضرب دا الضرب في الأنكل تعرفنا ناس الأخورة قولك ضرب في الأنكل دا الضرب لو بيقى المسلم موضوعه كله داير يعيش دنياه وكيف ممكن بعده يدخله فيك أي عقيدة هم دايرنا يقول لك شان تضبط دنياك لابد تبعد من الدين وشنو ماشي جاي الجامع يومي وشنو ماشتري لك جلابية وعمة بيكم شان تمشي بين صلاة الجمعة دا ليش نو زاته ما تضيع زملك واحد بيحكي لي قال في واحد من الناس الحرية والتغيير ديل أنا دي بس عشان ما في وسيغة لها ماذا رجيب عليك بالاسم كويس واحد منهم بعين في التلفزيون شاف الناس حوالينا الكعبة المعتمرين قال بالله يشوف الجماعة الما عندهم موضوع ديل ديل لافين هنا عندهم شنو قال اشتركوا في القناة